مرحبا وأهلا وسهلا فيكم أنا الدكتور عبد الرحمن العناني استشاري الأمراض الصدرية كثير من المشاكل الموجودة عندنا هي تحسس القصبات الهوائية وكثير ناس بتحب تستعمل كلمة تحسس وبتخاف من كلمة أزمة أو ربو وأنا بحب أكد أن هؤلاء كلهم عبارة عن مرض واحد لا فرق بينهم ليش الإنسان بيتحسس لأنه سببين واحد في عنده عامل وراثي بياخده من أهله أنه بصير عنده استعداد للتحسس والتاني هو تعرضه ليه في محيط حياته داخل البيت أو خارج البيت للأشياء اللي بتعمل عنده تحسس أهم سبب للتحسس في العالم كله بما فيها الأردن هو التحسس من حشرة عث غبار المنزل هي عبارة عن حشرة صغيرة جدا بتعيش في كل الأسرة حتى في أحسن وأفخم أتيل في العالم بيصير منها تحسس ليش؟ لأن هذه تقاوم حتى غليان الفراش بالماء الساخن وإلاقري الشيء الوحيد اللي بقتلها هو الفرزنة عشانك مش موجود في بلاد الأسكمة حشرة عث غبار المنزل هي حشرة صديقة بمعنى آخر إنه مش زي النموس هي لا تقرص إنما تتغذى على لحمنا الميت البوع على الفراش طبعا برازها هو اللي يسبب اللي يتحسس هذا هو السبب الرئيسي في العالم للحسس زيد القصبات السبب الثاني عندنا في الأردن هو التحسس من شجر الزيتون وعشانك من لاحظ أنه في فترتين في السنة في شهر أربع وفي شهر عشر أو أحد عشر بتصير موسم حسسية عالية جدا وهذا بسبب التحسس من الزيتون الأسباب الأخرى للتحسس هو التحسس من حبوب اللقاح في ناس تحسس من الحيوانات وعندنا الآن ظاهرة كبيرة في الأردن الناس بتربي الحيوانات في البيت واللي بد أحذر منه البيت اللي فيه حيوانات وبالذات القطط هذه مشكلة أكثر من 22 طريقة القطة بتقدر تعمل تحسس للناس المعرضين للإصابة بها وفي هذه الحالة لا يصلح معهم العلاج إلا إذا تخلص المريض من الأشياء المسبب للتحسس وزي ما حكينا أهمها الحيوانات الطيور يأتي في المرحلة الثانية في المرتبة الثانية فإذا كانت عندك طفل أو في العائلة الأم أو الأب عندهم أمراض حساسية قصبات أو حتى حساسية جلد أو حساسية أنت يجب أن لا يدخل البيت أي نوع من أنواع الحيوانات وذي وذي شيء من كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر